يا صباح الفل والهنى والسرور صباح السكر الزيادة على أصحابنا الحلوين اللي بتفرجوا علينا بنات وولاد وولاد وبنات وأهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بنات وولاد النهاردة حلقة مميزة جدا وحلقة مهمة جدا ليه؟ علشان بنتكلم فيها عن الأحلام أكيد كل طفلي فيكم وكل واحد فيكم عنده أحلام كتير قوي عايزي حققها يا ترى حد بيحقق أحلامه عايزي أعرف منك أحلامكم وإن كنتوا بتعرفوا تحققوها ولا لأ أو بتحققوها إزاي يا رب يا رب كل أحلامكم تكون متحققة وتعالوا نبتدي النهاردة الحلقة بتاعتنا بأحلام سكر وعايزين نعرف أحلام سكر عاملة إيه وبتفكر في إيه؟ سكر صباح الفل عليك وعايزي أعرف حبيبتي أحلامك إيه اللي بتحلميها في الدنيا قولي لي بقى يا سكر أنا عندي أحلام كتيرة جدا بس مش عارف لي يا مرمر لي حزي وهش في الأحلام دي يا نهار أبيض حظك وحش في الأحلام ليه حبيبتي بتقولي كده؟ مش عارف يا مرمر أنا مش مهزوزة خالص أمري 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 بحلمت حلمه وتحقق لي للأسف يا نهار أبيض يا سكر مفيش ولا حلم تحقق لك طب قولي لي بتحلمي بقي وانا أقدر أسعدك يمكن أسعدك في أي حاجة قولي لي حلمت حلمت حاجتي كتيرة خالص ولا حاجة منهم اتحققتي مر مرة نزعلنا قوي طب خلص ما تزعلش يا سكر قولي لي حبيبتي حلمتي بإيه؟ حلمتي مثلا إني أطيري في السماء كده زي الطيورة بس ما تريد شو معرفتش أطيري لا ما هو استني يا سكر ما هو حبيبتي أنت ما نفعش تطيري تطيري لوحدك كده مع نفسك كده تطيري ده حلمي مستحيل مستحيل أطير طبعا يا سكر مستحيل تطيري ممكن تطيري بس بالطيارة لكن تطيري أنت جسمي كده يتلي وحده لا يا سكر ده حلمي مستحيل خالص مستحيل يتحقق صدقي فعلا أنا عندك حق طب أنا برضو حلمتي أني أبقى مخترعة وما عرفتش أخترع حاجة حلوة قاونك تبقي مخترعة وتحلم أنك تبقي مخترعة بس يعني ممكن يعني الاختراع ده يعني يبقى في سنة أكبر شوية أنت بتحلمي دايما أحلام أكبر من سنة كتير قوي سكر يعني هتبقي مخترعة بس قدام شوية ممكن طب أنا حلمتي أبقى مهندسة كبيرة أبني عمراتي كتير وأبني أبراجي كتير للناس ومعرفتش أبني ولا حتى أمرة واحدة يا نفس الرد يا سكر على فكرة أنت بنفعش بمهندسة دلوقتي أنت هتبقي مهندسة في المستقبل يعني إحلامي ده حلم مستقبلي لكن أنت بتحلمي بصراحة أحلام أكبر من سنك أو يا سكر إيه ده؟ يعني كده كل حلم لي سنه؟ أيوة طبع إيه ده معقولة دي؟ أيوة كل حلم لي سنه يعني إحلامي الحلم اللي على قدك الحلم اللي تقدري دلوقتي حالا تحقق إيه يعني أحلامي حلم زغنطوت؟ حلم زغنطوت تقدري تحقق إيه بنفسك طب أهو أهو أنا حلمت قبل كده أني أجيبك كل الدرجات إنها أية في اللقم التحانة والمواد والدراسات بتاعتي ومعرفتش أجيبه ولا درجة إنها أية شفتي بقى أنا مش بحزة زي ومرمر لا 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 أولا برافو 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 جدا إن أنت عندك حلم إنك كنت دي بقى مقتهدة وشاطرة وتجيبه كل الدرجات إنها أية بس أعايز أعرف عملت إيه بقى علشان تحقق الحلم ده وتقولي أنا مش محزوزة عملت إيه ما أنا خلاصة عملت الله علي وحلمت إيه ده يا سكر؟ إيه ده يا سكر؟ أنت بتحلمي وخلاصه والدرجات إنها أية تيجي لوحدها؟ إيه ده هو في حاجة تانية عملها علشان يتحقق الحلم بتاعي؟ أيها طبعاً يا سكر مش لازم تزاكري وتكتهدي وعلشان تحقق الحلم وتجيب الدرجات النهائية إيه ده هو لازم أزاكر؟ أيها طبعاً لازم تزاكري لا يا إيه ده أنتوا كده هتضيقوني بقى وتتغطوا علي أنتوا كده بتتغطوا عليك خالص تتغط عليك إيه يا سكر ده الطبيعي جداً علشان الواحد ينجح في حياته لازم يزاكر ويكتهد ويتعب المفروض يا سكر الله هو حلم كده وده عفريت طلع لك من العلبة هتحقق لك درجات النهائية كده من نفسها ما انفقش كل دي علشان أحلم ده أنا قلت لأحلم دي سهلة وبسيطة ده أنا كده كمان هتعب في الحلم أيوة هتتعب في الحلم يا سكر أنا قلت بقى أنجح في الحلم وخالص لا يا حبيبتي يا سكر حلو قوي مبدئياً أن أنت تحلمي بحاجة حلوة زي دي أنك أنت تنجحي وتجيب الدرجات النهائية بس مش وإحنا نايمين إحنا علشان ننجح لازم نذاكر أصحاب الحلوين علشان نحق حلمنا لازم نجتهد في الحلم بتاعنا ما نعملش زي ما سكر ما عملت وحلمت وخلاص لأ كل حلم لازم له اجتهاد وتعب علشان تعرف توصل للي أنت عايز توصله شكراً للمشاهدة